السلام عليكم بهذا الفيديو جبت لكم طريقة لحل مشكلة عادة تشغيل تلقائي بعد الخروج من اي لعبة او تطبيق يعني مثلا لو رحنا على هاي اللعبة او لو رحنا على اي تطبيق خلينا نفتح بس اللعبة بهذا الشكل تمام وهلا بعد ما فتحت معنا اللعبة لو طلعنا و رحنا نفتح اليوتيوب فهلا لو رجعنا نفتح اللعبة بهذا الشكل مفروض انه تفتح معنا اللعبة ولكن عم يتم عادة تشغيل تلقائي لللعبة وهي المشكلة كتير ناس متواجهة فهلا انا رح لك الحل هاي المشكلة باسهل واسرع طريقة وطريقة بتنفع بجمع الهواتف فهلا لو طلعنا بهذا الشكل و رحنا الا الاعدادات فلا نذهب على حول الهاتف او هاتفة ننزل لتحت بهذا الشكل فلا نذهب على معلومات الاصدار نضغط على رقم الاصدار ثلاثة مرات بهذا الشكل فلا نخرج بهذا الشكل نذهب على النظام فلا نذهب على خيارات مطور نذهب تحت بهذا الشكل 60 لحتنا لا خيار اضمي الاحتفاظ بالانشطة في عندك خيار عدم الاحتفاظ بالانشطة فلو هذا الخيار مفاعل بتلغي تفعيله وفي عندك خيار حد العمليات بالخلفية فبنروح لهذا الخيار هذا الخيار بتخليه على الحد العادي او لو ما عندك خيار الحد العادي فبتخليه على اعلى الشيء في عندك 4 عمليات بحد اقصى او عندك 5 عمليات بحد اقصى فبتخليه على اعلى خيار ياما الافضل لو عندك الخيار الحد العادي فبتخليه على الحد العادي ولا لو طلعنا بهذا الشكل ورحنا نفتح اللعبة طبعا طرها بترفع بأي لعبة أو تطبيع عندك موجود على الهاتف فهلأ لو طلعنا بهذا الشكل ورحنا نفتح اليوتيوب ولا لو رحنا على اللعبة نفسها فرح تلاحظ بأن اللعبة شغالة معنا بدون مشكلة عد تشغيل تلقائي طبع جميع الخطوات الموجودة بالشرح ورح تنحل عندك المشكلة بجميع الإلعاب والتطبيعات موجودة عندك بالهاتف طرها بتنفع بجميع الهواتف وبس لا تنسى اللايك حتى يوصل الفيديو لناس تاني واشترك وفعل جرس الإشارات حتى تستفيد من كل فيديو الجديد شارك الفيديو لأصحابك حتى كمان يستفيده لو عم يواجهه هاي المشكلة بس متركم في الفيديو القادم السلام